اشتركوا في القناة والانتصار للبنان اليوم هو على السعودية كان على أرضه بمدينة جدة وأمام حضور لبنانة كان بأرض الملعب عم بحمس اللبنانيين وهيضا الفوز كان بختام النافذة الثانية من تصفية المجموعة الأسوية الثالثة من تصفية كاس العالم يلي راح تقام نهايتها بالعام 2023 وأيضا بفوز التقاسم لبنان صدارت المجموعة الثالثة مع الأردن بسبع نقاط لكل من الفريقين والأردن كان اليوم صجل فوز على المنتخب الأندونيسي وأيضا بإطار استكمال للفوز اللبناني كان غرد وزير الشباب والرياضة جورج كليس وقال لبنان يبتسم وأيضا منتخب لبنان مثل ما عم نشوف لكرة السلة من نجاح إلى نجاح وصولا إلى القمة وهذه التغريدة لا وزير الشباب والرياضة جورج كليس بعد فوز المنتخب اللبناني من الرياضة والفوز اللبناني على السعودية ننتقل للسياسة وكان أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم أن حزب الله يقف خلف الدولة في ترسيم الحدود البحرية وشدد على رفض مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات النيهبية أشار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى أن مجلس الوزراء عين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الشاغير أماكنهم مضيفا الآن أذهب وأنام مرتاحا لأني قمت بكل ما يتوجب علي لإجراء الانتخابات أما إذا أراد أحد تعطيلها فهذا لا يعنيني وفي حديث لموقع أساس ميديا يذكر رئيس الجمهورية بالمقاطعة المسيحية عام 1992 بعد مغادرته لبنان معتبرا أن الحالة الوحيدة التي يخش فيها أن تتأجل الانتخابات بسببها هي المقاطعة السنية ولا يمكن احتمال المقاطعة السنية وشفنا شصار بـ 92 ويدرك الرئيس عون حجم الامتعاد العام من القوى السياسية ويكشف أن الأحصاءات تظهر بوضوح هذا الامتعاد 60% من الذين يسألون عن من سينتخبون يجيبون لا أحد من جهة أخرى اعتبر عون أن عزل حزب الله يعني حربا أهلية فهل نذهب إلى حرب أهلية؟ وحول ما يحكى عن تعامل حزب الله مع المفاوضات حول ترتيم الحدود البحرية مع إسرائيل أشر عون إلى أن الحزب منطقي وترك للحكومة التعاطي مع هذا الملف وهو يدعم ما سيتقرر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخط الرسمي الذي سيعتمد سواء كان 23 أو غيره وعن الاتهامات التي طلته بالخيانة العظمى لتخليه عن الخط 29 واعتباره خطا تفاوضيا وتأييد الخط 23 شرح الرئيس عون حيثيات كل خط بدءا من الخط واحد الذي تريده إسرائيل حدودا لها ثم خط هاف الذي رسمى باعتراف دولي ثم الخط 23 الذي رسمى أيضا باعتراف دولي ثم يتحدث الرئيس عون عن الخط 29 الذي اعتبره الوفد العسكري خطا تفاوضيا للبنان وتبع عون هذا الخط صنع في لبنان ولم يتم الاعتراف به دوليا وإن لبنان تبناه ليحسن شروطه التفاوضية ذهبنا إلى المفاوضات متمسكين بالخط 29 فتمسكت إسرائيل بالخط واحد سقط الخطان ترقائيا وتوقفت المفاوضات فماذا نفعل؟ لا وقت لدينا لنهدره والحال يكون بالعودة إلى المفاوضات مع تحصيل لبنان حقه بالتنقيم وردا على سؤال حول الذي جرى مع المفد الأمريكي أموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة أجب عون يجري التفاوض اليوم حول الخط 23 لا يعني هذا الكرام أن الخط 23 هو الخط التفاوضي بل يعني أن التفاوض يحصل على تعرجاته التي تسمح للبنان أن يتمسك بحقه في حق لقانا كاملا بينما لا يزال الإسرائيلي يطالب بتقاسمه مع لبنان ولفت عون إلى أنه بالنسبة إليه فإن الهدف هو الوصول إلى حل يسمح بالبدء في التنقيم عن النفط في أسرع وقت ممكن وفقا للخط المعترف به والمسجل في أمم المتحدة لأن الوقت يداهم لبنان الغارق في حفره الكثير وأزماته ويعتبر أن الحفر الأساسية والكبرى تقع في مصرف لبنان الذي على حاكمه أن يكشف للبنانيين أين هي ودائعهم وأموالهم هذه غصة في صدر يقول الرئيس عون متحدثا عن ارتكابات رياض سليم بحق اللبنانيين وعجوب تطبيق القوانين وعن رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة والجدل المتصل بسحبها وإعادتها أكد عون أن هذا واحدا من الأمور التي لا دخلنا فيها وتلصق بنا اتصلت منذباتنا في الأمم المتحدة وأكدت أن الرسالة موجودة وإذا سحبت أو أعيدت في خانة أخرى فلا شأن لنا بذلك بل هذا يعني موقع الأمم المتحدة وحول الجدل الذي نشأ بسبب موقف وزارة الخارجية من الهجوم الروسي على أوكرانيا أكد عون أن موقف لبنان واضح لجهة ضرورة حل الخلافات بالحوار ولسيما أن لبنان واجه خلافات ومواجهات وأحداث أمنية صعبة انتهت كلها بالحوار لذلك لبنان مع التفاوض السياسي لحل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا وفق المبادئ المحددة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة التي تتوسل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول وعلى الخط الانتخابي أيضا الطيار الوطن الحر متمسك بمطلب الميجا سنتر الميجا سنتر هو مركز انتخابي كبير بيضم سندق لكل الدوير بلبنان كرمال الساكنين البعيد عن بلداتهم ومدنهم يقدروا يصوتوا بالمناطق الساكنية فيها ومش بمنطقتهم البعيدة هالشين عمل بالخارج بالالفان واتمنتعش ونجح والسنة الحكومة عم تعمل أكتر من ميتان ميجا سنتر بتسعة وخمسين دولة بالعالم معقول ما بتقدر تعمل ستة أو سبعة ميجا سنتر بقلب لبنان يعني معقول اللبنان من عكار مثلا أو الجنوب أو البقاع أو الجبل بيقدر يصوت بالبرازيل أو باستراليا أو بكندا أو بجنوب أفريقيا وما بيقدر يصوت بجونيا أو ترابلوس أو سور ما في شي بيبرر هالتعمد بعدم إنشاء الميجا سنتر خاصة انه الكلفة بسيطة وانه الوقت اكتر من كافي وبيصبح وهيدا الشي بيسهل العملية الانتخابية وما بيعرقلها إلا إذا حدا بدوا يترك الناس لبعاد تحت تأثير المال السياسي ويخفف لهم من مشاركتهم بالانتخابات مش شايفين سعر البنزين؟ عم تمنعوا الناس يطلعوا يصوتوا بمناطقهم إلا إذا أنتوا بتتفاولون؟ نحن ما رح نسكت وما رح نقبل بهيك ظلم إضافة على شعبنا المهجر أو يلي تارك ضيعته صوته تيار صوته معنا لتسهيل الانتخابات نحن رح نبقى مع الميجا سنتر إقرار قانون جديد مقدم من النائب بنقولة صحناوي بيسمح بتطوير المناهج التعليمية لمواكبة حاجات سوء العمل الجديد والتكنولوجيا تفاصيل بتقرير جينيفر مزرعاني ثورة تعليمية أنجز لبنان بإقرار قانون البرمج والروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نيكولاس صحناوي واللي أقر بمجلس النواب وبيسمح بتطوير مناهج التعليم العام بالمدارس بظل التحول الرأمي اللي عم بطال مختلف المجلات هالأنون بيسمح بتطوير المناهج التعليمية لمواكبة حاجات سوء العمل الجديد هذا القانون بما أنه الاقتصاد اللبناني انهار بالنموذج الاقتصاد القديم أكتر شي بيهيئ لبنان أنه يصير بلد منتج ويخلي شبابه يضلوا هون ليش؟ لأنه إذا صار عندنا أجيال مدربة على التكنولوجيا على البرمجة على الروبوتيكس على الزكاء الاصطناعي هيدول الأجيال صاروا قادرين أول شي ياخدوا فرص العمل طبعا المستقبل يلي العالم كله بكرة لح يطلب ناس مخرجة بهالاختصاصات وتاني شي لح تقدري تخليهم هون بمعظمهم لأنه قادرين ينتجوا من هون الشركات العالمية اللي بتاعنا بالـ IT اليوم بتوصفك وبتبعك بتتفعلك بالـ fresh dollars بس أنت مش ضرورة تتركي بلدك فهذا أكتر شي بيشبه نموذج الاقتصاد اللي لازم لبنان جديد ينبنى عليه فهذا فرصة استثنائية وأظن هذا ممكن أهم قانون بيطلع بمجلس نواب ممكن من بعد الحرب من التسعينات لليوم بعد إقرار القانون ودخول حيز التنفيذ يعتبر لبنان من بين أكثر الدول استعدادا لتلبية احتياجات سوء العمل العالمي والتغييرات الاقتصادية لأن بركز على اكتساب تلاميذة المدارس مهارات جديدة بتتمحور حول التكنولوجيا الحديثة اليوم الطلاب بقلب عالمنا اليوم وجيل اليوم صار سبقنا كتير بمعرفته بالتكنولوجيا كلمة لهيك اليوم إذا نحنا ما عملنا انتجراسيون لهالتكنولوجيا بالكريكلوم اللي هو بعيشه بالمدرسة أولا لحيصير في ديسباريتات كتير كبيرة بين الكريكلوم اللي هو عم بياخده وبين حاجاته وطاقاته اثنان هالطالب هو بحاجة أنه يكون عم بياخد المهارات الأساسية اللي بتخاوله يكون فاعل بسوق العمل الجديد اللي صار حاضر اليوم من خلال وظائف جديدة قوامه هي التكنولوجيا وكل شيء تحول رقمي بقلب العالم ثلاثة ما ننسى أنه هذا أول قطاع وأكثره لما بيتطلب كتير يكون في عنده الواحد تولز تيشتغل فيه بهموا يكون فيه معه لابتوب بيكون في عنده انترنت بيقدر يشتغل ان دستانس بيشتغل بقلب وطنه ساعتها منحافظ عشابيبتنا وعالعقول بلبنان وبنفس الوقت بيقدروا يفوتوا فريش ماني من بره حتى يكونوا فاعلين بقلب المجتمع من المفترض أنه يدخل القانون المرحلة التطبيقية بأول سنة 2023 والتمويل مؤمن عب القروض موجودة لدى وزارة التربية إقرار هالقانون وتطبيقه بيجعل من لبنان بمقدمة الدول السبئة عالميا بمجال التكنولوجيا يعني صار فينا نقول مبروك للبنان فاصل ومنتابع من بعض أخبار البصر منتابع أخبار المساوى الملف الدولي الأبرز أكيد تطورات الأوكرانية والروسية وبهذا الإطار الاتحاد الأوروبي عم وافق على تزويد أوكرانيا بأسلحة في التاكي بقيمة 450 مليون يورو ومفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جزيب بوريل عم بوله أنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر التصديق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يوم تاريخي أيضا السفارة الأمريكية بموسكو طالبت الرعاية الأمريكيين بمغادرة روسية كما أعلنت بخط آخر الرئاسة الفرنسية أن باريس سترفع لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار بكرة تنين لضمان وصول المساعدات الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الضرورية للمدنيين بأوكرانيا وكان لفت اليوم مقال الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده لوضع خطة ديبلوماسية للمساعدة بإعادة أسلام بأوكرانيا أيضا بالإطار الأوكراني والمشهد الأوكراني أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو إطباق القوات الروسية حصارة على محاور المدينة بحسب ما نقلت وسائل أعلام ولفت إلى استحالة إجلاء السكان عن كييف حيث جميع الطرق مغلقة وأيضا المواقف الدولية كانت أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن مجموعة الدول السبعة تفقت على إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا بإطار الملف الروسي والأوكراني وبوقت دعا السفير الأوكراني بلبنان إلى مؤتمر صحافي بكرة لشرح موقف بلاده كان السفير الروسي عم يعتبر أنه بيان وزارة الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الودية بين البلدين ويقول بالأيام الصعبة نعرف مين معنا ومين ضدنا بعد أيامنا على بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي رسم أكثر من علامة استفهام لجهة اعتماد تعبير إدانة اجتيح الأراضي الأوكرانية ودعوة روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض خرج السفير الروسي في لبنان أليكزاندر روداكوف مواجهان أكثر من رسالة ففي كلامه المكتوب أكد أن بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الودية التاريخية بين البلدين ليعود في رده على الصحفيين ويقول أنه لا يظن أن البيان سيؤثر كثيرا على العلاقات الثنائية إن روسيا هي دولة عظمى تنشد دائما السلام والأمن في كل العالم أما بيان وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية فنعتبر أنه لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين أريد أن أشكر الشعب اللبناني الأشخاص اللبنانيين الذين قدموا كلمات التفاهم والدعم إلينا كما أود أن أشكر المؤسسات الأمنية التي تقوم بضمان أمن السفارة والبيت الروسي في بيروت لا أظن أن هذه البيان يؤثر كثيرا على العلاقات الثنائية بين روسيا والجمهورية اللبنانية ولكن طبعا نحن دائما كأي دول نحن نشوف في الأيام الصعبة مين معنا ومين ضدنا الواقع الروسي الأوكراني المستجد ميدانيا والذي كان بابا نسفت من خلاله الخارجية اللبنانية عبر بيانها سياسة النائب النفس دفع بالمراقبين إلى السؤال عن مصير العلاقات التجارية بين روسيا ولبنان أنتم تعرفوا يعني غيرت الواضع بشكل تمام وغيرت بعض الاتفاقات والمعاهد اللي كانت موقع مسبك وطبعا حاليا لابد أن أرى الإمكانيات إضافية لحال البادل المشاكل خاصة وبخصوص بتعلق بتصدير القامح والمواد الإخزائية الأخرى إلى الجمهورية اللبنانية طبعا هذا يطلب الشغل وشغل كثير بما في ذلك يعني طبعا روسيا جاهزة للاستلام أي اكتراحات من جانب لبناني ودراسها ويعني طبعا نتعاون بهذه الصدق وبعيدا عن الداخل اللبناني وتبعات بيان الخارجية اللبنانية أكد روداكوف أن روسيا لا تستهدف الشعب الأوكراني ولا تنتهج سياسة عدائية وجه أوكرانيا بل تمارس حقها المنصوص عليه في المدى 51 من مثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها القومي والمواطنين روسي المقيمين أيضا بإطار متابعته لأوضاع اللبنانيين بأوكرانيا وبعد ورود أنباء عن محاصرة بعض المواطنين اللبنانيين بمدينة ماريوبول بأوكرانيا كلف وزير الداخلية والبلدية القادمة السام مولوي فريق عمل وزارة للتنسيق مع كل من الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي الموجود بأوكرانيا بهدف تسهيل عملية إخراج اللبنانيين إلى بولندا ورومانيا وإيواء وذلك بدعم من أحد رجال أعمال اللبنانيين المختربين بحسب ما ذكر بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية اللبنانية أيضا الملف الأوكراني حل بكلمة عضو المجلس المركزي بحزب الله الشيخ نبيل قووق يلي رأى أن الأحداث بأوكرانيا عبره لعرب التطبيع وأدوات السفرات وقال انظروا ماذا حل بالرئيس الأوكراني حرّضه الأمريكيون وورطوه وتركوه يتيما وحيدا دليلا انظروا ماذا حل بالرئيس الأوكراني حرّضوه لما كان حرضوه وورطوه وتركوه يتيما وحيدا دليلا والأحداث في أوكرانيا غيرت معادلات دولية ستترك آثارها ونتائجها على المنطقة ولن تكون نتائج المعادلات الجديدة بصالح محور أمريكا والسعودية ودول التطبيع وأدوات أمريكا في المنطقة أيضا بالملف الروسي الأوكراني شو هو نظام السوفت العالمي وليش عم ينقصي من الغرب حول عقاب روسيا بالحربين منه نظام السوفت هو شريان ملي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود وكلمة سوفت هي اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وأنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا ويربط نظام السوفت 11 ألف بانك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة ولكن السوفت هو ليس المصرف العادي فهو نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المائة من حجم التعاملات عبر نظام سوفت وسيؤدي حظ الروسيا من التعامل عبر نظام سوفت الذي يستخدم من قبل الألاف من البنوك إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال لكن العديد من الحكومات يخشى من أن هذه العقوبة ستؤثر على اقتصادياتها وشركاتها فعلى سبيل المثال شراء الغاز والبترول من روسيا سيتأثر وقادت بريطانيا الدعوة لوقف عمل نظام سوفت في روسيا غير أن وزير الدفاع البريطاني قال للأسف لنملك التحكم في نظام سوفت بمفردنا وقرار كهذا لا يؤخذ بصورة فردية وبصورة متطابقة فإن وزير المال الفرنسي برينولو مير ورئيس وزراء هولندا مارك روتتي قالا أن خيار حظ الروسيا سيتم اللجوء إليه في حال الضرورة القصوى فهل سبق حرمان أي دولة من نظام سوفت حدث هذا مع إيران عام 2012 كجزء من العقوبات المفروضة على برنامجها النووي وأن ذاك طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها بما في ذلك بانك إيران المركزي وخسرت طهران جراء ذلك ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30% من التجارة الخارجية لهن من كن وصلنا لختام أخبار المسألة اليوم أكيد مزيد من الأخبار فيكن اتبعوا عبر صفحات الو تي في على موائع تواصل اجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر شكرا ومنلتقى بنهار جديد إذا أردت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة